بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثير عدتهم واشحاذ أسلحتهم وحروس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطوف لهم في الماكر اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم وأنسهم عند لقائهم لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمار حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار اللهم افلول بذلك عدوهم وقليم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلاع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقوص منهم العداد واملأ أفئدتهم الرعب واقبيض أيديهم عن الباسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشريد بهم من خلفهم وانكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقيم أرحم نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذى لسمائهم في قاطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقوّب ذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمّر به أموالهم وفرّغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفّر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع الترى بقتلاً في أرضك وأسرى أو يقرّ بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم وعمُم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهندي والرومي والتركي والخزار والحبشي والنوبتي والزنجي والسقالبتي والديالمة وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبِّطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمنا وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جنداً من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بادر تقطعوا به دابرهم وتحصدوا به شوكتهم وتفرقوا به عددهم اللهم وامزوج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألحى عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحصي أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غازين غزاهم من أهلي ملتك أو مجاهدين جاهدهم من أتباع سنتيك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظاهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاق وأطف عنه حرارة الشاق وأجره من غم الوحش وأنسه ذكر الأهل والولاد وأثور له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلام وأعفه من الجبن وألهمه الجرآة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السيرى والسنان وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولاك فإذا صاف فعدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغير شأنهم في قلبه وأدل له منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقات وبعد أن يجهد بهم الآس وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي وليا عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلمين خلف غازياً أو مرابطاً في داره أو تعهد خالفه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعا له من ورائه حرم فآجير له مثل أجره وزناً بوزن ومثلاً بمثل وعوضه من فعله عوضاً حاضراً يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلمين أهمه أمر الإسلام وأحزنه وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوى أو همى بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقا أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابد وأوجب له ثواب المجاهد واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفتان فوق التحيات صلاتا لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد